اجتمعت سعادة الدكتورة جليلة بنت سيد جواد حسن وزيرة الصحة مع معالية الدكتور تيدروس جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وذلك على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية بمقر قصر الأمم المتحدة بجنيب وخلال اللقاء نوهت سعادة وزيرة الصحة بالمنجزات الصحية التي حققتها مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم والمتابعة الحثيثة من سمو للعاد رئيس مجلس الوزراء مؤكدة التزام المستمر لمملكة البحرين بتوفير بيئة صحية مستدامة ومتكاملة للجميع مشيرة إلى حرص مملكة البحرين على مشاركة المجتمع الدولي تجاربها المختلفة لتعزيز القطاع الصحي وضمن استدامة وكفاءة خدماته وقدراته للتكيف مع المستجدات الصحية كما استعرضت سعادة الوزيرة مبادرات مملكة البحرين والتي تم تبنيها ضمن مخرجات القمة العربية الثالثة والثلاثين وما حمله إعلان البحرين في طياتهم مبادرات بناءة تسهم في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها لسيما في القطاع الصحي من جانبه أشهد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بقوة ومتانة القطاع الصحي في مملكة البحرين معربان عن اعتزاز المنظمة بجهود مبادرات مملكة البحرين في تحقيق التنمية المستدامة لسيما في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة